60% هي نسبة انتشار بعوضة النمري في شمال الجزائر والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة سنة 2010 هذا ما كشف عنه معهد باستر عبر صفحته الرسمية بفيسبوك فيما أرجع مختصون في الصحة العمومية سبب انتشاره للتغيرات المناخية والبيئية كان هناك انتشار لهذا النوع من البعوض في الشمال الجزائر بشكل كبير جدا هذا نجع للظروف المناخية التي عرفتها الجزائر في الأولى الأخيرة المتعلقة بالأمطار الرعدية التي كانت في فصل الصيف المختصون في الصحة العمومية حذروا من انتشار بعوضة النمري وخطورتها على الصحة وما تشكله من مضاعفات نموس النمر هو خطير العكس لبعض من الأشخاص يقول لهم ينقل بعض الأمراض خطيرة وعدة أمراض خطيرة البعوض النمر يسبب إصابات قد تكون في بعض الأحيان خطيرة لأنه تؤدي إلى التهابات موضعية وطفح جلدي يظهر على شكل حساسي وخاصة عند أصحاب البشر البيضاء الأطفال الرضع أطفال الصغار السن كذلك يؤدي إلى إصابات خطيرة جدا وينصح الأطباء بالوقاية لتجنب انتشار بعوضة النمري في التجمعات السكنية من خلال القضاء على أماكن تجمعات المياه الملوذة صحيح أن الجانب العلاجي مهم جدا ولكن الجانب الوقائي مهم جدا وهو القضاء على أماكن تجمعات المياه الغير صالحة التي تكون بما في الحدائق المنزلية التي تعتبر مصدر الانتشار وتكاثر هذا النوع من البعوض التصدي لبعوضة النمر التي تنتشر بشكل خاص في فصل الصيف يستلزم تحل المواطنين بالوعي والحفاظ على نظافة المحيط